طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا شرح واجب 4.20 يبغى الرانك والباسيس فور الروس باس والباسيس فور كولمس باس طبعا هنزل الملخص لي ايجاد الرانك ويجاد البياسيس ويجاد سواء الروس باس والكولمس باس بسيط جدا اول شي ملاحظة الرانك هي عائلة صفوفة الغير صفرية في الرو اشيل انفورم او خليها في الريديوس رو اشيل انفورم عادي افضل في الريديوس رو اشيل انفورم الى واحد تحت اصفار وفوق اصفار اوكي او هذا العمدة التي تحوي علي دقوا في الريديوس برضو خليها في الريديوس رو اشيل انفورم طيب لو كانت في الرو اشيل انفورم صح لكن خلاص حلا كذا. طيب. نجي الآن. طبعا هذا هذا بالنسبة للرنك. بالنسبة للباسيز. حتى توجد الباسيز للروس باس ركزوا. طيب. تحول المصفوفة حولها أنا برضو عدوة كرر. حولها ما في شي. حولها الريديوز رو الشيلنفورم. طيب واحد تقول لحول للرو الشيلنفورم صح. المصفوفة الجديدة تكون صفوفة سبان أيضا هي باسيز للروس لهذه المصفوفة. الصفوفة الغير صفرية هي باسيز للروس باس. حلو. طيب. أيضا دائما مصفوفة هي سبانة. لكن ليس شرطا تكون لينير اندبند. حتى تخليها لينير اندبند تحويها للروس الانفورم. ما علم النقطة هذه. طيب. بالنسبة للباسيز للكلومس باس. انت الآن تحول مصفوفة لريدوز رو الشيلنفورم. هنأخذ مثال. بعدين تشوف الأعمدة التي تحتوي على الليدينج وون. كم عمود تعدوا. عمود عمودين ثلاثة أربعة خمسة وتفر. الأعمدة هذه تشوفها مثلا عمود رقم واحد. والعمود رقم ثلاثة في المصفوف مثلا العمود رقم خمسة. تروحي المصفوفة الأساسية في السؤال تكتب كل عمود في صف وهو الرو لكلهم اس باس. واضح؟ بسيط جدا. طيب. أعطاك آآ سوال واحد واثنين وخمسة تماما نبغى الرقم والباس في الرو سباس والباس في الكلام سوال رقم واحدة في المصفوف من سايز 2x2. الرقم أول شيء نحوّل المصفوفة لريدوز رو الشيلنفورم. طيب. هل هذه المصفوفة لريدوز رو الشيلنفورم؟ لا. اوكي واحد تحت أصفار نجي هنا. هذا لازم يكون واحد. كيف نخلي واحد؟ نقرب الصفة الثانية في نص أو نقسمه على نص. الآن صارت هذه المصفوفة واحدة تحت أصفار واحدة وفوق أصفار فهذه في الريديوز رو الشيلنفورم. طيب. الرقم عايرة صفوف الغير صفرية. كم صف غير صفري؟ واحد اثنين إذا الرقم كم صف غير صفرية في الريديوز رو الشيلنفورم؟ واحد اثنين. كيف تكتبوا؟ كل صف في عمودة تكتب واحد صفر صفر واحد كذا. بينها طبعا فاصلة. واضح؟ نشوف كالبتها. واحد صفر صفر واحد. طيب. بالنسبة للباسي للكولوم سباس. مونا حولتها الريديوز رو الشيلنفورم؟ أطالع على مدة اللي تحتوي على اللي دينغوز رو الشيلنفورم؟ ما يعني اللي دينغوز رو الشيلنفورم؟ في كل صف أول عنصر لا يساوي صفر لا يساوي صفر واحد عامود هذا العمود. وفي هذا العمود تحفيح هناللي دينغوز رو الشيلنفورم؟ واضح؟ ما فعله؟ تيروح تيروح للمصفوف الأساسي لفي السؤال هذا. تأخذ العمود الأول. تكتب عمودة تكتب هذا فيكتور. حتقول إذن الاساسي يساوي العمودة الأول إلا في المصفوفة الأساسية تكتبه فيكتور كده واحد وصفر فاصلة العمودة الثاني صفر واثنين. حلو؟ طيب خلاص هذه الخطوات سأكتبها بردوس ورقم اثنين طيب أول شيء المصفوف هذي ما هي السايز احويلها لي ار ار اي اف اللي هي واحد تحت اصفر افق اصفر طيب أول شيء ذلك كيف نخلي واحد نقسم على اثنين. بعدين حتى هذا كيف اخلي صفر اضرب الصفة الاول في سالب واحد اجمع للصفة الثانية حلو؟ هذا كيف أخلي واحد اقسم الصفة الثانية على 4 حلو؟ هذا كيف اخلي صفر ها مشاك شوف كيف اخلي صفر. هنا. اضرب الصفة الثانية في سالب اثنين واجمعphony الصفة الاول. سارت هذا المصفوف في ال-ـ- R el L in-form هدهي. الان كم عارى الصفوفه الغير صفرية? هنا في المصفوفه هده صفين. الـBase هو صفوف غير صفرية هذا الصف ينكتب في عمود أول وهذا الصف ينكتب في عمود الثاني واضح؟ طيب الـBase هو الـColombsBase الآن أقوم بمسطل الـRow Reduce الـRow ينكتب صحيح هنا نشوف كل الصف الذي اعتبه على اليده هو نواء العمود وهذا العمود نرح نطلع عن العمود الأول والثاني صح؟ نطلع إلى المصفوف الأساسية نكتب العمود الأول ونكتب العمود الثاني بس 2-1-4-6 واضح؟ هذه الـBase هو الـColombsBase طيب سواء الخمس نفس الطريقة أول شي نحول هذه المصفوفة R-R-Colombs هذا واحد كيف نخلي هذا الصف نضرب الصف الأول في سالب برد مع الصف الثاني بعدين هذا كيف نخلي واحد قسم على 14 بعدين هذا كيف نخليه كيف نخليه هذا صفر أضرب الصف الثاني في ثلاثة وأجمع عليه الصف الأول هذا خليته صفر هنا حلو؟ طيب هل وصلت إلى الر ور ورشل من فوق؟ نعم إذن الآن أجيب على الصف الغير صفرية 2 الـBase الصف الغير صفرية كم صف؟ صفين كل صف انكتب في عمود يعني تقول واحد صفر نص شايفين؟ والصف الثاني انكتب في عمود ثاني تقول واحد صفر سالب نص واضح إن شاء الله؟ طيب نأتي الآن لـBase نشوف هنا العمود التي تحتوي على leading one في الرحل هذا العمود هذا العمود الأول والثاني أطلع في المصفوفة المعطين إياها أكتب العمود الأول والعمود الثاني هذا الـBase هذا الـBase لـColumn شايفين؟ صف الثاني نفس الطريقة نحن 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 نح حلو بعد ان صار عندي خلاص اول عصو كما يسبب صفره الا واحد وبعدين الصفوف الصفرية تكون في اخر صف المصفوفة نعم اذا هذه في الار ار اشي لنفورن عدالي كم صف غير صفري صف الاول و الثان اذا هذه هي الراق طيب يجب لى البايسيز للروس بايس على هذا الصفوف تمام الغير صفرية الصفة الأول والصفة الثانية تكتبه كشكل عمود واحد وصفر واربع على خمسة وصفر واحد وواحد على خمسة طيب الباسد للكولامس باسد تجي الآن تطالع هنا في الرشلين فورم هنا فلا مدلية تحتوي على الليديق وان العمود الأول والعمود الثاني كم عمود عمود يام تطلع في المصفوف تكتب العمود الأول والعمود الثاني تكتبهم واضح نرجع واثنين خمسة ثمانية سالب ثلاثة عشر سالب سبعة واضح انتهى السؤال بالتوفيق